كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك الطيبة هي رأس مالك في قديم الزمان تنزع الهدهد والغراب يوما على حفرة ماء كل منهما يدعي بأن الحفرة له واختصمه ولم يستطيع حل الخلاف بينهما وبعد نزاع طويل اتفق على أن يحتكم إلى قاضي الطيور فذهب إليه وسرد عليه قصتهما فطلب منهما البينا فمن يملك البينا تكون الحفرة من نصيد فنظر إلى بعضهما والتزم الصمت وعندما طال صمتهما علم القاضي بأنه لا بينا لواحد منهما على الآخر ثم ما كان من القاضي إلا أن حكم بالحفرة للهدهد فقال له الهدهد متعجبا لما حكمت لي بالحفرة أيها القاضي فرد القاضي قائلا لقد اشتهر عنك الصدق بين الناس فقالوا أصدق من هدهد فسكت الهدهد للحظة ثم قال إن كان الأمر كما قلت فإني والله لست من يشتهر بصفة ويفعل خلافها هذه الحفرة للغروب ولئن تبقى هذه الشهرة أفضل عندي من ألف حفرة العبرة سمعتك الطيبة هي رأس مالك وستعيش أكثر منك فتشبث بها وحافظ عليها واجعلها تدافع عنك في حياتك وحتى بعد مماتك وكن كما قال الإمام الشافعية قد مات قوما وما ماتت شمائلهم وعاش قوما وهم في الناس أموات اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم